بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولادي أحبابي طلاب تلت سنة دفعة 24 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا مع بعض كده فوقت وصير بنتكلم عن البداية هتبقى ازاي وهنعمل ايه ان شاء الله حبيبي بسرعة بداية حصصنا ان شاء الله يوم 29 8 يوم الثلاثاء ان شاء الله 29 8 كده اجبنا على السؤال الذي يتردد ماشي شباب ببدأ يا دكترة ان شاء الله السنتر والاونلاين في نفس اليوم يوم التلتيجي بالسلام ان شاء الله هتلاقي انا في السنتر بدل حصة ان شاء الله لولادنا في السنتر وطالب الاونلاين عشرة صباحا بتفتر حصة ليك متاحة اتفضل يا عم الطالب حضرتك سيان ان كنت سنتر او اونلاين كل حاجة له ميزة لعيب من وجه اتنظرك السنتر في ميزة بقدر حصة مرة واحدة وخلصنا انتهي غير الاونلاين انا بدك الحصة وبدك عشر طيام هنا في كارثة طالب اكتر جدا بتكسل ودعيب الاونلاين الكسل وعندنا حكمة قال الشعر الكسل يساوي الفشل طب هزرش وابقى مع عشر طيام هاجل سأزاكر سوف ازاكر تم العشر طيام ركمت حصة ورد تانية مش هتكامل الحصة تتاخد تتزبط تتقسم تخلص واجب تم منتحان تم اما نظام الدلع ما بينفعش افتاكت محدش برهم هد فدعيب الوحيد بتاع الاونلاين اما الاونلاين جمل جدا جدا قاعدت في بيتك وقت ما ازاكر حسب وقتك انت بتسمع بالروحة فيه هدو طيب ملحوظة مهمة لله ثم لله لطلاب السنتر ويا ريت تسمعني كويس ما احترامي الكل طالب طالبة ولي امر فوق راسي احنا لما بنشتغل على الارض سنتر مفيش حجز الحصة اثناء الحصة ايه الكلام ده يعان عند حصة الساعة اربعة من اربعة لسبعة او ملاقي بوسط طابور اد كده بيحجز والسبعة اربعة ايه هدى ايه جدعان لستا بنحجز خش القاعة اطلع من القاعة ما باتش حصة لا اللي عاوز الحصة احجز قابليها ايه حجز ادي كارت تم جاي من باب السنتر داخل باب القاعة ثانية الحجز طول الاسبوع دلوقتي في امر مهم يا رجالة الوقتي ولادنا طلاب الاولاين ودي الشرح الاكبر عندنا احنا ليه موقع واحد بس هو موقع رضا الفاروق اللي انا بدي علي الحصص طالب السنتر اللي عاوزنا انتبه حضرتك سجلت في السنتر لازم تتفعي اشتراك على الموقع وتخش على الموقع ليه الموقع ده باش مهندس انسه حضرتك بديه في السنتر في اسمها فيديو تكميلي انا بخلص في السنتر ثلاث ساعات هت القراءة هكملها خلاص وقت خلص فوري ستك هندسه الفيديو ده على الموقع موجود متخافش ده امر عادي جدا مجربينه السالفات وزي الفول ففي اجزاء تكملية بتبقى على الموقع واجب امتحان بيكون على الموقع انا ما عندي اش امتحان في الحصة الا الشهر طول السنتر خلي بالك الا اذا انا افهمني جيت امتحان حصة في السنتر قضاء الحصة فاطلا لما بتنتهن على الموقع يا ريس اللي انت هم بيبقى شامل كامل خمسين سؤال تبقى للورقة الانتحانية الحصة بتاعتنا للعلم يعني عشان طبعا ما شاء الله التهمة والسبة اللي عليها جدعان الحصة طويلة 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 وسبح الله يا ناس يا حبيبنا والله يا جدعان حصتنا تقوم من ثلاث ساعات ونصر لاربع ساعات طول السنة على الموقع حصة طبيعية مع منهج متحرر افهم وانا اديك نحو وديك ادب وروح واركلك الاخر السنة اضربك على القراءة والاخر السنة اضيع انت بتضرب على كل حاجة فلعز وقت اضربك على قراءة متحررة اول السنة تقوم انت تمشي معايا معلم فده المعتاد غير كده غلط هو بالضبط من ثلاثة اولوص تاربع ساعات اخر السنة بقى في اليال امتحان اللي كل بيشوفه بتكبر الساعات ليه ده انت بتكثف المنهج بتقبع اكتر من كده بكتير معنا وما جلنا فاطول الحصة فقط اللي منشوفه يا اخبان فقط في اليال امتحان في الاخر نعم الحصة والله طبيعية جدا جدا حصة رائعة ادقى كويس جدا بفضل الله اتقان ان شاء الله اخلاص في الشرع انا خيف عليك فانت طبعا فضل نفسك من كل هذا الكلام يا حبيبنا الوقت احنا هنتابع بعض ازاي بص يا رئيس احنا النظام المتابع عندنا بفضل الله عز وجل مش جديد متضربين عليه والحمد والله دايما نشتري على اخطاءنا الغلطة نصلح احنا شغالين بنظام اللي هو عندك الخط الساخن 168 مقسمه كالتالي طبعا نظام المتابع اخباننا ده الفريق بتاعنا فريق اللي هو الشغال عندك فريق الاستقبال ستة وسبع خطوط انت بترني بيرود عليك اي مشكلة بتعزه بجد في سنة بيتهلك واسأل زميلك عندك فريق الدعم الفني عندك مشكلة في فيديو واقف مشكلة في الحص قفلت اي شيء انت عايز دعم فني تلين عليه هيحلك المشكلة بيفتح صفحتك خش معك بيحل المشكلة الناس ما شاء الله تبارك الله اخباننا بالفعل يعني وعين جدا لان خلاص هذا الامر تلس سنة متضربين عليه فمش هنتجدد يعني اللي عده خبرة يبقى استقبال ودعم فني دعم علمي بفضل الله معانا اسات زموح طررين فاهمين ايه معنى منهج جديد وفاهمين ازاي بيتعاملوا مع المتحرر عندك مشكلة في سؤال في اي كتاب احنا معاول ازاي بنجيب كل كتب قدامه نحلها اه يبقى لعد داري بالدنيا اي حاجة دعم علمي بالتليفون في اي كزا واحد اتنين انتظر بيزبط لكل حاجة عند سيادتك الدعم النفسي ايه الدعم النفسي وقد مش عارف في زاك بيحصل مخنوق الدنيا الكركبة فوق دماغه اعملي بيرتب لك وقتك بيدي الجد ولا تمشي علي مرد كلها مهمة جدا عندنا فريق المتابعة بالتليفون للغياب والدرجات الضعيفة غبت ياسطى برضى علي جرين فان ابنك غب الساب نعرف مشكلتك نحن لها لك والدرجات انت كده كده تمتحن احنا عندها الموقع ما شاء الله الدرجة فورية رسالة نصية على التليفون بتاع والدك اولدتك في ثانية فاضلا عن كده بيتصرف فريق الدعم اللي هو الخاص بالغياب الحضور الدرجات بيكلم الاب والام نعرف الدنيا بتاعتك ايه حضركم فاضلا طعم في خط الشكاة وابناني عنه طيب لينا صفحة واحدة هي صفحة ريالفاروق عالف اسم بس الصفحة دي ممتازة فاضلا لا على فريق كامل اي حاجة في ثانية تلاقي عني سيادتك انها الشغلة معك عندك مشكلة ابعت عالصفحة في ثانية يرضى عليكم مواعيد عملنا يا دكاترة تبدأ من عشرة لتسعة عشرة صفحة لتسعة بالليل ده المواعيد بتاعتنا بنبه تنبيه مهم جدا جدا لطلاب السنتر والاولاين طاولتك معلش عشان الحقيقة ده هنعوزة طالب السنتر والاولاين في خدمة نقدمها لك مهمة يبقى لايف شات على الموقع يعني سيادتك الاسئلة تبقى على المنصة على الموقع الطالب ده ملتزم حاضر انا بعرف ده تابعنا لانك انت اللي وقبت حساطين على طول بيفصل بمعنى بلوكي على طول مفيش حاجتان يبقى عاملك زي بنك اسئلة على الموقع يا معلم افهمني انت عندك سؤال اكيد زي منك سأله فاحنا اجاوبنا بنحطه على مين عن موقع انت قبل ما تسأل اعمل بحث اكتبت لايسترقوا ده مسانتك بالاجابة فده امر مهم جدا جدا يا حبيبي فده امر مهم بتاعي اخواننا موضوع جروب الفيس والاسئلة مطلقش ناجح معنا طلب كتير اتظلمت معنا القناة الرسمية بتاعتنا هو الموقع وقناة اللي واقع اليوتيوب زي مع الناس طبعا تعرف فضلا يقبالنا على الصفحة امتحاناتنا يا دا كاترة الله يعزكم الواجب والامتحان على الموقع اسمه امتحان الحصة انت خدت حصة عليها واجب الواجب بترفع على الموقع لدي اتحلي على الموقع هتجي للسنتر قولك يا باشا فين واجب بابتح الصفحة بتاعتك متجاوب ماشي في امتحان اسبوعي الامتحان دعا اللي بتاخده بزمن ببقى من ساعة ساعة او ربع على عدد محدد من انت بتاخده انما الشهر انا بامتحن السنتر ورقي هو القاعد الشهري عند كل خمس حصص الستة متحان شهر بعد بالضبط كده خمسة خلصهم اعمل حسابه الستة متحان شهر الاولاين على الموقع السنتر امتحان ورقي جوه السنتر بيتصلح ويرجع لكتاني اسبوع حضراتكم بالنسبة لاسعار الحصص تتقلها تتقل وتعرف حضرتك بنتكلم الاول عن الاولاين مش السنتر الاولاين الحصة على الاولاين انت عندك الحصة اربع حصص اربع حصص في الشهر الحصة المنفردة لو حصة حصة بخمسين جنيه وعملنا فيها تقفيد بالفرد كده خمسة وستين نزلت لهذا الرقم بنسعب بعض في ظل هذه الظروف ماشي اخوانا فلو انت عاوز الحصة الوحدة حصة بحصة ادفع خمسين جنيه عن طريق اما فوري او فودافون كاش او المحافظ باي صور ده لو حصة منفردة في باقة لو انت عاوز الباقة الشهرية بادفع مية وسبعين جنيه من الراحة ده باخدل اربع حصص فلا بيسميه اخوانا عندنا الباقة الشهرية الاكوات عشان ده هتعمل مش تاكبير الكود ده مشكلته مشكلة الكود يا اخوانا يفهم الكود ده بخمسين جنيه السنتر بقى تخدمه عشرة جنيه عليه يبقى المجمل ستين جنيه اما السنتر بيخليه بخمسة وستين سبعين ده مش بتعطيه في السنتر انت عارفين طبعا السنتر قاعاته كلام منده فبيزود شوية عليك من خارب خمسة جنيه عشرة جنيه زيادة طبعا يعني السنتر بيبلغ به وانا اصلا اولا قول كل حصة بابل الطلبة قول المطلوب تدفع كزا عليك كزا عشان محدش يلعب بيك او يتاجر بيك طبعا بننبه جانب انساني مهم جدا وطبعا ما نحبش تكلم في الكلام ده انا استحي من هذا اي حد من اولادنا عنده ظروف او حاجه احنا نخد من الكل والكلام ده بفضل الله عز وجل بنقول وبنعمله بفضل الله عندك ظروف كلمنا احنا خدمينك فريد دعم الناس محترمة جدا بيسمعك ويعرفوا ظروفك ويعمل لك الطخفي دي مناسب الحالة صعبة جدا بيعمل لك الاعفاء وده عنده الحمد لله متوافر ومش هنوسع في هذا الكلام لا موجود بفضل الله عز وجل الكتاب نخلي بالنبه في ثلاث حاجات مهمة للطلب هنبدأ امتى سأل الحسة كام الكتاب احنا بنشتغل من كتاب اللواء رضا هليسياتك ده كتاب نحن وبفضل الله عز وجل الكتاب الحمد والله يعني كالوسادة اعظم جدا العام الماضي وصار كتابة منافسة الحمد والله منافسة كتابنا اللواء يتمتع بفضل الله عز وجل بمادة علمية متقنة بفضل الله ان شاء الله قوية جدا تعجبك الكتاب عن نمط الجديد نمط امتحان السالفاتي تطبيقات كثيرة جدا جدا مكثفين بصورة كبيرة الكتاب من ثلاثة اجزاء هتلاقي ستة قسم خاص بيه النحو قراءة قصة دكتاب التاني ادب بلاغ النصوص تعبير التالب بقى ده خطير بوكلة الواجب الاسبوعي ده امتحانات ايه بقى قصة واجب اسبوعي يا ريسي فني انا بريحك انا ادت حصة حتت نحو على شوية بلاغة فرضى على قصة بده امقولك اكتب الواجب على الصبورة بقى صافحك كذا صافحك ليه انا ادت حصة ومعمل لك واجب كامل عليها الشامل يبقى ينزل سيادتك لك ده صورة هيئة كاملة للواجب ده واجب المحضرة الاولى التالتة الرابع في بكلة محترم انا رضى بنزل سيادتك فيديو الحل نهي كل اسبوعي جرت العادة كل يوم حد بفضل الله بهم جاي لسيادتك حلل لك الواجب بتاعك على الموقع او على قناة الواجب التعليمية ريال فاروق على اليوتيوب وهيجبك جدا جدا مادة علمية والترتيب والتنسيق والطباع حتى السعر كمان مغري جدا جدا من فضل الله هتعرف ان شاء الله الصفحة طيب ده الكتاب مأتمنه على الصفحة هتعرف هينزل انت دي بقى بصلي عشان بعض اولادنا هتلاقي الطالب معنش بص عنده الا شوية يا ناس يا حبيب يلا تشتغلوا معنا ونصرب بكم سنتر او اولاين انا بنزل الكتاب في الاسبوع التاني ليه ما الاول ما ينفعش قل لك يا معلم انا دخلت اقاع فيها ما شاء الله كم طالب لو طالب قعد معك كتاب يا معلم كده وفاتح كده ومفسوط مع المدرس وايو يسطن معك يا معلم وقول والوقت ده قعد مش معك كتاب قعد بفرج كده ده بقى يطاق بقى او يطاق نحلها ازاي حاجة انسانية ومحبة بينه وبينه بهم جايب اول محاضرة طابعة مجاني مش بتفضل عليك يا لا ده انا بزبطك تنبص معي توزع على كل الطلبة قد يا عم ده المحاضرة هي مطبوعة قدامك ايه يبقى الطالب كله قعد منتهي مع المسطر انت جيت وفهمت وخارض الفايدة اما واحد معك كتاب واتمش معه لا في اول حصه بطبع على احساب يا رجال افضل دي الملزمة الاولى الاونلاين اتفضل pdf فادون ازاي الفن في التوقيت داسياتك تاني اسبوع بتلاقي الملزمة موجودة في السناتر والمكتبات اقول لك يا معلم احنا بفضل الله عز وجل مغطين مصر كلها كل المحافظات بمكتبات وسناتر فليه النصيحة قبل ما تطلب الملزمة شحن وتشيل مصاريف شحن في الملزمة شوف انت في محافظة ايه يمكن تبقى المكتبة جميل منك اتعبوا هتا يعني فاحنا ان شاء الله هينزل بكرة وبعده قائمة كاملة بكل محافظات مصر وكل اماكن محترمة مجربة الناس محترم بيسار الكتاب الشحن ولك الشحن كذا والمكتبة حتى لما يزودت زودت كذا فاكون الشيء معروف فان شاء الله بإذن عز وجل هنعلن عن هذه القائمة يبقى الكتاب يا دا كترة مش اول اسبوع وما تروحش السنتر بالله عليك او اي حاجة الا ما تلاقي على الصفحة منشور يا ولادنا الكتب الام متوفرة في السناتر فرجعني خلي بالنا مندي فاللي بيتم جانب انساني برع نفسية الطلاب او الحصة كده ما لازم مجنين لولدنا الطالب يكون قاد ان شاء الله مسترح مبسوط حبيبنا طاولنا عليك معلش بس كاليد نقول كده اخر كلمة لواجه الله عز وجل العربي دايما هو المادة المظلومة المادة المظلومة العربي من 80 درجة الطالب يستهطر بيها بيعمل اي بقى خش بتاع العلمي او الادب يرمي كل مجهوده على المادة كذا بدون ذكر المادة بقى والعربي هيتلم في المراجعة ودي الكرسى اكبر غلط يتجبها طالب والاكباس هنحضر لفلام في المراجعات لا يا معلم كده بتخدع نفسك مفيش طالب يا بابا بيجي مراجعة ويجرب ويشتهل عربي اللي بيراجع ده بنخلص منهج اما تأجل للمراجعات غلط ابدأ من دلوقتي معنا او مع غنم دلوجه اللي لا والله العظم هتزعل قوي 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 تخش مراجعات لا يجيرك فاري من منخ فاري وانت يمعلم قاية تاه كده بتتفرج عن نجوم السماء فاوا عتفكر حد لك هلم نعرف المراجعات ده خشل اللي حصل السالفات في الامتحان علم على الطلبه اي نعم ربنا اكرمنا بطلبه كتير اوائل وناس جايبها درجات يعني عالية جدا ده فضل ربنا مش تعب مدرس وطالب اجتهد خلي لكم يا عربي مادة بتفريم معك شدهلك متأجلش اول باول الله يعزك تابعي الاسبتعك ان شاء الله وربنا هيبارك فيك فيا حبيبي ادو الله عز وجل ان هذا العام يكون تفوق ونجاح واخواننا ابدأوا من اول السنة اول حد لعف ادماعك اقول ابدأ بالراحة بهذا ده كل ده كلام فارغ ابدأ وشد حيلك لان الوقت بيعد بسرعة جدا 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 من كل قلبي ادو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفق وان شاء الله يا شهد الله هنفذل قصارى جهدنا بامنا عشاء ربنا اكرمك وتنبسط اخر السنة ان شاء الله وباذن نجي بالدرجة المرضية واشعرنا ان شاء الله يا دكاترة ايه الشعر بتاعنا باذن الله باذن الله ان شاء الله الدرجة النهائية الى ان نلتقي استردعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته